قالت لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران بأن صوتا بمسجل محادثات قمرة القيادة ذكر كلمة حريق في اللحظات الأخيرة قبل تحطمها في عرض البحر الأبيض المتوسط وكانت الطائرة المصرية في طريقها من باريس إلى القاهرة في شهر مايو أيار الماضي حيث قتل جميع ركابها البالغ عددهما 66 شخصا هذا وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الرحلة وجود دخان في دورة المياه وغرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة بينما أكدت الآثار الموجودة على قطع حطام الجزء الأمامي للطائرة أكدت بأنها كانت قد تعرضت لدرجة حرارة عالية وأوضحت لجنة التحقيق بأن سفينة تابعة لشركة ديب أوشن سيرج وصلت إلى ميناء الإسكندرية وذلك بعدما أكملت مهمتها في البحث عن أشلاء الضحايا والتي سيتم نقلها إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل إخضاعها لاختبارات الحمض النووي ورقة في الخبر في تقرير محمد أبو سلطان قال محققون في قضية الطائرة المصرية التي سقطت في مياه البحر المتوسط يوم التاسع عشر من شهر مايو آيار الماضي قالوا بأنهم عثروا على تسجيل صوتي يتضمن حديثا بين أعضاء الطاقم حول حريق على متن الطائرة وقال فريق التحقيق الذي يرأسه مسؤولون مصريون بأنه توصل إلى تلك المعلومات من واقع تسجيلات قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة لكن اللجنة أكدت بأنه لا يزال من المبكر تحديد سبب ومكان الحريق الذي شب على متن الطائرة هذا وقتل جميع ركاب الرحلة المصرية وعددهم 66 راكب من جنسيات مختلفة قبل وصولها إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد أن كانت قادمة من العاصمة الفرنسية باريس واتجهت الطائرة إلى اليسار 90 درجة ثم قامت بالدوران حول نفسها 360 درجة إلى اليمين قبل أن تختفي كليا من على شاشات الرادار وعثر على بعض أجزاء الحطام على بعد 290 كيلو متر شمال مدينة الإسكندرية المصرية كما عثر على أجزاء أخرى من الحطام في مواقع متفرقة على أعماق تصل إلى 3000 متر وأظهرت إشارات إلكترونية تصاعد الدخان في منطقة حمامات الطائرة والمنطقة التي تحتوي على أجهزة الطيران والملاحة الإلكترونية خلف مقصورة القيادة مباشرة وتؤيد المعلومات التي تتضمنها التسجيلات الصوتية للطائرة الأدلة التي حصلت عليها اللجنة من تسجيلات بيانات الطائرة التي أشارت إلى إنذار حريق في مقصورة القيادة كما أظهر فحص حطام الطائرة إشارات إلى تلف بعض أجزائها نتيجة لتعرضها لدرجة حرارة مرتفعة علاوة على وجوذ أجزاء علوها السواد في مقدمة الطائرة ولم يستبعد المحققون المصريون أي من الفرضيات التي قد تؤدي إلى سقوط الطائرة بما في ذلك إمكانية وقوع عمل إرهابي على متنها خاصة أن اشتعال الحريق بالشكل الذي تظهره البيانات يعد أمرا نادر الحدوث في الطائرات هذا وتم نقل أجهزة التسجيل الصوت الخاصة بالطائرة المنكوبة إلى باريس بعد العثور عليها إذ كان مسجل صوت مقصورة القيادة يحتاج إلى إجراء عملية إصلاح كما قالت لجنة التحقيقات بأن سفينة البحث جون ليث بريج التابعة لشركة ديب أوشين سورش وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم أمس السبت بعد إنهاء مهمتها في البحث عن أشلاء الضحايا وتم التنسيق معها لنقل الأشلاء إلى القاهرة من أجل استكمال تحليل الدي ان ايه واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشان محمد ابسلطان لخدمة فدكين الإخبارية